يعني الفتن كثيرة فالإنسان يعني يتوب كثيرا ويذنب كثيرا فيشعر الإنسان بأحيانا أنه على درجة عالية من النفاق أو من الكذب فما رأيك من هذا الأمر يا رأي وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاكا نصح فاتهمي الشيطان لا ينصح عدوه الإنسان ولذلك فيجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه وهواه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه لله ولا يجود له أن يستسلم لهوى النفس لأن هذا الاستسلام سيدي به إلى الهلاك ولذلك المسلم ينبغي دائما أن يتذكر العاقبة أن يتذكر الدار الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى والدار الآخرة كما تعلم فيها نعيم وفيها جحيم وهذا الجحيم يعني فيه أنواع من العذاب لا يستطيع العقل البشر أن يتصوره من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يعيش مراقبا لله عز وجل وفي ذلك عصم له من أن يمين يمين ويسارا وأن تتلعب به الأهواء والشهوات وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة من مكاره وحفت النار بالشهوات فمن كان راغبا أن يكون من أهل الجنة فعليه أن يجاهد نفسه لهذا الحديث وما في معناه يا الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله